اهلا وسهلا بكم اهم التوقعات للعراق للعام 2023 عن ليلة عبداللطيف اهم التوقعات اللي قالتها ليلة عبداللطيف او المتنبئة الكبيرة جدا الفلكية ليلة عبداللطيف لدولة العراق هنقولها بتلخيص شديد جدا وبالمختصر أصدرت العرافة او المتنبئة اللبنانية الشهيرة ليلة عبداللطيف سلسلة توقعات وصفت بالصادمة لدولة العراق وعدد من الدول العربية والاجنبية وذلك خلال اجراءها لقاء تلفزيوني في الاقوانة الاخيرة على تلفزيون الجديد اللبناني قالت عبداللطيف بان هناك حدث تاريخي لدولة العراق هتختتم فيه سنة عام 2023 وعلى اغلب بانه هتكون تسوية شاملة ولو بقوة السلاح وان الوضع الامني سوف يبقى متأزم في العراق وده لعودة مسلسل الاختيالات والتي سوف تطال عدة شخصيات بارزة سياسية وان العراق سوف يشهد تطورات سريعة من خلال بناء جيش نظامي قوي ودور امريكي مهم في ذلك المجال وسوف يتصدر العراق ظاهرة النمو الاقتصادي لعام 2023 آآ ده حسب توقعاتها وتوقعات صندوق النقد الدولي استوقعت بان العراق سوف ينافس الدول العربية جميعا في المجال الاقتصادي لذلك على العراقيين ان يتحدوا من اجل مصلحة العراق وآآ حدث امني في ايران يشغل الرأي العام وكله تأثير على الاراضي العراقية ويتم انهاء السور العراقي اللبناني وحسم هذا الملف بشكل نهائي وقالت عبداللطيف اوليل عبداللطيف بان هناك حرائق سوف تطال بعض المساجد والكنائس في الدول العربية عامة وخاصة العراق وبوادر ازمة جديدة بين العراق وايران وهتخرج للعلن ويراها الجميع ومن الممكن ان تتحول لمواجهات بين المتظاهرين والمسلحين سكوط عدد او عدة قتلة وجرحة مع تدخل الجيش العراقي بحزن لعودة الاستقرار والهدوء مرة اخرى ومع تلك الاحداث المؤسفة اللي بتتوقحها ليلة عبداللطيف والكثير من المتنبئين الى ان ليلة عبداللطيف ترى ان هناك مستقبل مشرك للعراق والعراقيين ايضا في عام الفين تلاتة وعشرين اه بتقول ينتظرهم مستقبل مشرك جدا ايس فيه هذه السنة هيتحقق فيها الاستقرار للعراق وتحد هتحدث ثورة سوف ينتصر فيها العراق واضافت جملة من التوقعات على الصعيد الاقليمي والعالمي هنقول اهمها جاء في توقعات ليلة عبداللطيف خارج العراق اه ده للدول العربية او للدول الخارج العراق هرولت عدة الدول عربية لتوقيع التفاقيات السلام والتطبيع مع الكيان الاسرائيلي بس طبعا اه العراق لن تكون منهم انتفاض في الشرع الايراني وتحرك شعبي كبير سوف يكتاح البلاد حملة واسعة من الاعلام التركي سوف يذكر فيها اسم الرئيس التركي اردوغان اشتعال الشارع التركي في النصف الثاني من عام الفين تلاتة وعشرين تصدر الحكومة اللبنانية عفو عام على عدد من سجناء سجن رومية الزواج المدني وهي بتقول كده من العام اللي فات سوف يتم اباحته في عدة بلاد عربية خطر كبير يعصف في المنشآت الايرانية عملة جديدة سوف يتم الاعلان عنها في المستقبل القريب سوف تنافس العملة اه الامريكية او الدولار الامريكي اغلاق عدة مطارات في دول العالم لاسباب امنية خلال فترة زمنية قليلة قادمة تحركات واحتجاجات من متظاهرين روس في العاصمة موسكو زلزال هيدرب عدة دول وخاصة تركيا واليونان عام الفين تلاتة وعشرين سوف يطلق عليه عام الحرائق السوف تشهد العديد من الدول حول العالم حرائق غابات ضخمة مع ارتفاع درجات الحرارة خلاف ايراني روسي كبير هيتم ظهوره للعالم وتتحدث فيه كافة او تتحدث عنه او فيه كافة الوسائل الاعلامية العالمية دي كانت اهم توقعات ليلى عبداللطيف للعراء ولجميع الدول للعام الفين تلاتة وعشرين في الاول لا يعلم الغيب الا الله وحده شكرا جدا لاستماعكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة